تحتدم معركة المسيرات بين موسكو وكييف وتزداد وطيرة استهداف المدن الأوكرانية في ظل تعرق لسير الهجوم المضاد في حين تؤكد السلطات الروسية مقتل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية بحسب التحقيقات الأخيرة فما هي آخر تطورات الأوضاع الميدانية في أوكرانيا؟ وهل ستشهد الاستراتيجية الحربية الأوكرانية تعديلات لمعجهة بطء الهجوم المضاد؟ حملة ضربات جوية روسية جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة على مراكز الشمال أوكرانيا وفي وسط البلاد قرب عاصمتها كييف بعيدا عن خط المواجهة في شرق وجنوب البلاد لكن أوكرانيا تقول إنها صدت هجمات عدة ولم تسجل أضرارا في البنية التحتية أو قتلى في تلك المناطق في حين تؤكد روسيا استهداف قواتها الجوية مطارا في بلدة بنشوكي قرب العاصمة الأوكرانية كييف كذلك تتخوف أوكرانيا من تصعيد الروسي في البحر الأسود إذ نشرت موسكو 12 تسفينة وغواصة في المنطقة محملة إياها بصواريخ كروز جاهزة للإطلاق وفق كييف موسكو من جانبها تقول إنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في منطقتين كورسك وبرينسك الحدوديتين وسقطت إحداها على مبنى بكورسك وألحقت أضرارا طفيفة وفق السلطات الروسية المحلية من جانب آخر فإن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي والمقرب من الرئيس بوتين ديمتري ميدفيدف يشير إلى أن خصوم بلاده في الغرب يدفعون نحو حرب عالمية ثالثة متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو بشأن أمنها القومي وتهب بعيدا بالقول إن أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم نتيجة للصراع الحالي في الأثناء تؤكد روسيا استلادا إلى نتائج فحوص جينية مقتل زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بروغجين في تحطم طائرته يوم الأربعاء الماضي ولم يرد التحقيق الذي نشرت جزءا منه السلطات الروسية أي معلومات عن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة بروغجين من موسكو إلى سينت بيترسبورغ مجموعة فاغنر التي خرجت من أوكرانيا لا تزال ناشطة في إفريقيا غير أن مصيرها في بلدان القارة بات مجهولة إذ تتهم المجموعة بارتكاب انتهاكات وإعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب في كل الدول التي انتشرت فيها مصير مجموعة فاغنر لا يزال مجهولة فصدمة فقدان زعيمها لا يزال يخيم على مقاتليها وبين استيعابهم في مجموعات أخرى أو تعيين رئيس جديد لهم يبقى الغموض يلف مصير واحدة من أكثر المجموعات العسكرية إثارة للجدل في العصر الراهن هل يمكن أن تحسم المسيرات الحرب لمصلحة أي من الطرفين أم أن تأثيرها محدود؟ كلا كلا التأثيرها ليس محدود إنما لن تحسم وأعطيك مثل الحروب السابقة في التاريخ يعني الحرب العالمية الثانية صواريخ الـ V1 والـ V2 لم تحسم المعركة لصالح هتلر كذلك الحرب الإيرانية العراقية يتبادل الصواريخ بالألاف ولم يحسم الأمر وبالتالي الذي يحسم المعركة دائما هي قوات المشات المسيرات تستعمل لدعمها وأما هذا الأمر بالنسبة للمسيرات الأوكرانيون تقدموا كثيرا في هذا المجال وخاصة المسيرات البحرية التي استعملوها بنجاح ضد قطع بحرية روسية يعني قامت هذه الخطاة البحرية بتفجير هذه المسيرات البحرية على مسافات بين 100 و300 متر ولكن ذلك لم يمنع من وقوع أضرار في قطعتين بحريتين روسيتين عسكريتين واحدة منها أرسلت إلى الصيانة يعني البحر الأسود لم يعد تحت سيطرة البحرية الروسية صحيفة الجارديان البريطانية كشفت أن لقاء عقد قبل أيام بين ضباط كبار بريطانيين وكذلك ضباط كبار في حلف النيتو مع فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني على الحدود البولندية الأوكرانية وذلك من أجل إعادة ضبط الاستراتيجية الأوكرانية في هذه الحرب ما الذي تتوقع في هذا السياق؟ نعم هذا الذي حصل هو يعني واضح أن الدعم الغربي لأوكرانيا لا يقتصر فقط على الزخائر والأسلحة والتدريب إنما أيضا على تبادل المعلومات المخابراتية وعلى أيضا يعني التقنيات الغربية الأقمار الصناعية وغيره وقد لوحز أن بطء الهجوم الأوكراني يعني فيه ثغرات هناك ثغرات في القيادة وهناك أيضا أليات ألمانية وأمريكية استولى عليها الروس يعني بخلال هذه المعارك وبالتالي هناك دائما وهذا ليس مستغربا على الإطلاق هناك دائما في أي عملية عسكرية من هذا النوع أو من غير نوع هناك دائما إعادة تقييم لأن الاستراتيجيات التي ترسم يعني مدة صراحيتها هي بضعة أيام أو بضعة أسابيع لأن العدو له أيضا استراتيجية معاكسة وبالتالي الخبراء الغربيون لا نعرف ماذا دار بينهم وبين المسؤول الأوكراني ولكن من المؤكد أنهم يقدمون النصح والخدمات بناء لخبرتهم وبناء للمعلومات التي يستحصلون عليها من مخابراتهم العسكرية والأقمار الصناعية وغيره هذا لن يغير في الاستراتيجية الكبرى في أوكرانيا على الإطلاق لأن الإمكانيات معروفة لدى الجيش الأوكراني والجيش الروسي إنما هناك تصحيح في التكتيات وليس في الاستراتيجية